في اطار المساعي والجهود التي بدأها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة مكامن الخلل في الاداء الحكومي وتشخيص بؤر الفساد والقضاء عليها وجه الكاظمي بتشكيل فريق وزاري يتولى مراجعة اداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات بعد ان كان قد التقى في وقت سابق عدد من المحافظين رئاسة مجلس الوزراء اكدت في بيان لها ان الكاظمي حدد عددا من المهام للفريق الوزاري الذي سيترأسه وزير الداخلية عثمان الغانمي بعضوية عدد من الوزراء من بينها الوقوف على اسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين ومراجعة اداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات واتخاذ اجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالته البيان اوضح ان الفريق سيقوم بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية اضافة الى التنسيق بشكل وثيق مع الفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات وتقديم التقرير النهائي والتوصيات المتعلقة بذلك الى رئيس الوزراء الكثير من المراقبين يؤكدون ان المؤشرات التي كشفت عنها خطوات الكاظم وزياراته الميدانية التي بدأها مع توليه المنصب اوضحت بما لا يقبل الشك ان رئيس الوزراء سيمضي بشكل متوازن في عدد من المسارات من دون اهمال واحدة منها على حساب الاخرى فعلى الرغم من اعطائه الاهتمام بالملف الامني وتعقب خلايا داعش الارهابي والقضاء عليها واشرافه قبل ايام على عملية ابطال العراق الامنية الا ان معالجة الاخفاق باداء الحكومات المحلية في المحافظات والسعي لتقديم افضل الخدمات لمختلف شرائح المواطنين فيها ستبقى الشغل الشاغل لرئيس الوزراء بهدف التخفيف عن كاهل الطبقات الاكثر تضررا في المجتمع ومنحها الامل بغد افضل